إذن كيفية استرجاع المنشورات التي قمت بحذفها في الأنستغرام إذن العديد منها يحاول أو يقوم بحذف منشورات مثلا بالخطأ يعني يقوم بذهب إلى حسابه ويقوم بحذف المنشورات لكن عندما يقوم باسترجاعها لا يعرف أو عندما يريد استرجاع هذه المحذوفات أو المنشورات التي قام بحذفها لا يعرف كيفية استرجاعها في هذا الفيديو إخواني سأعرفكم طريقة طبعا لكيفية استرجاع ما قمتم بحذفه في الأنستغرام من منشورات وفيديوهات وما شابه لهذا دون الإطالة عليكم إخواني لنبدأ الفيديو إذن هناك عدة طرق إخواني لاسترجاع ما قمت بحذفه ومن بين هذه الطرق الطريقة التي سأعرضها لكم في هذا الفيديو الطريقة إخواني هي من خلال الأنستغرام الخاص بكم من خلال ميزة توفرها الأنستغرام لحماية ما قمت بحذفه لفترة معينة أول شيء تذهب إلى الأنستغرام كما تلاحظ هنا ثم تذهب إلى الأسطور الثلاث في الأعلى ثم تنقر على Your Activity بهذا الشكل ماذا إخواني؟ هناك ميزة عدة ميزات لاسترجاع ملفاتك مثلا لنجرب على هذا المنشور نقوم بحذف هذا المنشور إخواني كما تلاحظون هنا ننقر على النقاط الثلاث هنا مثلا قمت بحذف هذا المنشور وقمت أيضا بحذف هذا الفيديو كما تلاحظون Delete Delete بهذا الشكل الآن إخواني أريد استرجاع هذه الميزة هذه المنشورات التي قمت بحذفها من حسابي أول شيء قم بهذاب إلى الأسطور الثلاث ثم أنقر على Your Activity بهذا الشكل بعدها إخواني تظهر لنا عدة خيارات ننزل إلى الأسفل قليلا نجد خيار في الأسفل اسمه Recently Deleted أقوم بالنقر عليه لاحظوا إخواني يقول لك Only you can see these posts They will be permanently deleted after the number of days shown After that you won't be able to restore them كما تلاحظون هنا يقول لك هذه المنشورات ستظهر في غضون أيام يعني ستظهر لك في غضون أيام وبعدها ستختفي يعني إذا لم تقم باسترجاعها سيتم حذفها كما تلاحظون هنا يقول لك 9 أيام 22 يوم و 30 يوم إذن كما تلاحظون هذا هو المنشور الذي قمنا بحذفه في السابق الآن ما الذي سنقوم به لاسترجاع هذا المنشور كما تلاحظون هنا هذا المنشور الذي قمنا بحذفه أما فيما يخص الريلز إذا أردت استرجاع فيديوهات ريلز تنقر هنا تحظو تظر لك عدة خيارات وهذا هو الفيديو الذي قمنا بحذفه سابقا إذن كفيت؟ الآن إخواني كيف يمكن نسترجاع هذه المنشورات أنقر عليها بهذا الشكل ثم هنا في الأعلى النقاط الثلاث أنقر عليها تظر لنا ميزة اسمها ريستور أنقر على ريستور يقول لك إذا كما تلاحظون هنا أنقر على ريستور بهذا الشكل ثم ستلاحظ أن المنشور تم استرجاعه الآن سنعود إلى المنشورات وقوم بعمل ريفرش للصفحة لاحظوا إخواني المنشور تم استرجاعه هذا بالنسبة للمنشور الآن نقوم باسترجاع الفيديو الذي قمنا بحذفه نفس الشيء إخواني نذهب هنا ثم في الأعلى نختار ريلز ثم نختار الفيديو الذي قمنا بحذفه بعدها في الأسفل تجد ثلاث نقاط تنقر عليها ثم تختار ريستور بعدها تختار ريستور أغان لاحظوا إخواني الآن نعود إلى مكان البروفايل الخاص بنا لاحظوا الفيديو تم استرجاعه في حسابنا على الأنستغرام إذن هذه يا إخواني طريقة استرجاع المنشورات التي قمت بحذفها في الأنستغرام أتمنى أن تكون الطريقة مفهومة والشرح أيضا أشكركم على المشاهدة وإلى اللقاء في فيديوهات أخرى إن شاء الله